وقفت الخير مع مصر الخير دايما زي ما متعودين مع حضراتكم نطلط الله ونفكر نفسينا عملنا خير ولا لأ عشان احنا محتاجين خير طيب نيابة عنكم اللي حقوله لكم ده صدق نا شاركنا مع مصر الخير بمبادرة شفناها وسمعنا عن مدى تواجدهم على الارض طيب الناس بدأت تبعاتلي كتير فتحملني مسئولية يعني هو ده المكان اه هو ده المكان يعني انت شايف انه في الحملة اه الاخيرة اللي هي خلويس ولا لسه المتعلقة بانك تفك كرب الغارمين والغارمات فك كرب الفين غارمة بمشيئة الله قبل عيد الام ده الهدف بتاعنا طيب هي الفكرة كانت جاية منين قالك يا سيدي مصر الخير كان فيه 172 غارمة تقريبا في القرية واحدة فالقرية دي في الاسكندرية اسمها ابيس فنعمل ايه قالك عايزين نساعدهم فاحنا ما بنساعدش بان احنا نخرج الناس بس اللي خرجنا الناس وعملنا لهم مشروع مشروع ايه يا جماعة قالك المنطقة دي مشهورة بالسجاد اليدوي فعملنا لهم مصنع مش مصنع واحد واثنين وثلاثة فانا بيني وبينك قلت لا انا لازم اروح اشوف هل فعلا الموضوع ده موجود على ارض الواقع ولا لا اخدت الصديق العزيز استاذ معتز معايا مسئولي العلاقات العامة والاعلام في مصر الخير واخويا وصديق احمد عبد البسط وروحنا طلعين على اسكندرية نتفرج ونشوف على ارض الواقع اللي قدامكو ده هو الواقع اللي انتو شايفينه ده ده فعلا ده الواقع انخراط غير طبيعي وتحول لطاقة انتاجية مبدعة وحلوة جدا جدا لدرجة انه ده مبقاش مصنع واحد بقت القرية كلها مشهورة بدا مصنع واثنين وتلاتة واكتر كمان مش كده وبس المصنع من كتر ما هو افاد ناس كتير جدا جدا من الغارمين والغارمات وقفهم على حلهم لدرجة انه بقى في ناس تانية بتشارك في العمل الانتاج ده من غير الغارمين والغارمات شوف العظم ما بقى وصلت لقى ديه انه بقى فيه عندك طاقة انتاجية طاقة انتاجية طلعة من مصر الخير بناءا على التحركات اللي اتعملت على سنين طويلة لفك الغارمين والغارمات انا الحقيقة اللي شفته بنات في منتهى الادب خجل وحياء وحاجة في منتهى الجمال الريف المصري بتاعنا ناس المؤدبة المتربية المنخرطة في المجتمع اللي بتشتغل الناس دي على حسب ما انا معرفت تعبت جدا في مصر الخير تعبوا الناس في مصر الخير تعبوا جدا لكن النتيجة حلوة استاذة حليمة المسؤولة عن المصنع اللي احنا كنا موجودين فيها بيعملوا على انها امهم طب هو الموضوع والمشروع اللي انتو شايفينه قدام حضراتكم ده شغال فيه البنات الحلوين الصغيرين والستات والكبار امهاتنا واخوتنا موضوع بسيط لا مش موضوع بسيط فيه فن وفيه رسم وفيه ناس بتشتغل طب هل هو مشروع وكده وخلاص ديه ناس بتشتغل وخلاص لا واجبات ناس دي بتاكل عيشها كريمة بيعلموهم القراية والكتابة ويحفظوهم القرآن الله عالجمال والحلاوة الله عالحلاوة انا اتبسطت جدا جدا وتأكدت بقى خلاص بما لا يدع مجالا للشك انا عارف كويس قوي انا لما هدفع حاجة هتبرع بحاجة انا متأكد انها رايحة لمستحقيها انا متأكد انها هتساعد انا متأكد انها تفك كرب ناس والناس دي وصلت لدرجة انها بقى فيه مشاريع بتتعمل ويسهم فيهم مش بس مجرد ان انا فكت كربك وخرقتك لا انا فكت كربك وخرقتك وبقيت طاقة انتجية في الدولة بقيت طاقة انتجية للبلد فده كلام عظيم اللي انتوا شايفينه النول اللي هما بيشتغلوا عليه ده بقى انا بقى فهمت بقى اللعبة دي القصة بقى فيه نول صوف ونول حرير وبياخد من شهر لتلات شهور على حسب حجم النول وعلى حسب الخامة بتاعته فحاجة تتبسط بيها جدا جدا طب احنا عايزين نكسف ايه الارقام كلها قدام حضراتكم هو على الشاشة عايزين نكسف الفترة الجاية مع مصر الخير ان شاء الله بإذن الله ان احنا نفك كرب 2000 اه ام ان شاء الله بإذن الله قبل عيد الام احنا خلاص بقينا في شهر مارس اه اللي انا كنت عايز اه يعني اقوله من الزيارة اللي احنا عملناها دي انه الناس دي بشتغل على الارض بجد الناس دي بتراعي ربنا فعلا بجد ان اللي انت حتعمله من خير موجود فعلا في مصرفه الطبيعية في مكانه الطبيعي يعني فمرة تانية وتالتة انا مبسوط جدا بكل الناس اللي انا شفتهم هناك بشدة على قديهم جدا جدا بسط ان هما بيعلموهم يعني بيعلموهم الاراية والكتابة اللي تصرب من التعليم بيتعلم الاراية والكتابة واتمنى انه ما يبقاش كمان فيه تسريب من التعليم لكن هما ايمين بدور كويس جدا ومحترم معاهم بالاضافة كمان الى انه زي ما بقول لحضراتكم تحول الموضوع لان الناس دي بتساهم في البلد وتساهم في المجتمع بصناعة يدوية عظيمة جدا جدا وحلوة جدا جدا فاتحى جبيرة جدا جدا للناس في مصر خير الناس اللي بتتعب جدا وكل الناس اللي انا قابلتها وشفتها اخواتي وولادنا الصغيرين اللي كانوا في مصنع ابيس للسجاد في الاسكندرية ونتمنى ان شاء الله بإذن الله الزيارات دي تتكرر في كل حتة وانا واخد يعني عهد على نفسي مع مصر خير هكون موجود معاهم ان شاء الله بإذن الله في كل حاجة لا علاقة بهذا الامر وهذا الموضوع الشاب الطفل الصغنان الحلو ده ده اهلاوي جدا جدا وكل الناس اللي انتوا شايفين هداية ما بين اهلاوي ما بين زمالكا وعايشين ومبسوطين والدنيا حلوة ربنا يا رب يتم سعادة الناس على خير يا رب